الهاتف السيد هيكون معنا مين يا جماعة السيد إبراهيم نجم مستشار بفتي الجمهورية أهلا بك دكتور أهلا بك يا فندم أهلا وسهلا دكتور إبراهيم يعني عايزين أن أتوقف معاك عند التخير الثامن والعشرين ومفهوم دعشانة المشهد المصري يعني ماذا كلا تقصد در الإفتاح بفكرة دعشانة المشهد المصري ومن يقف وراء محاولات هذه الدعشانة هل الإخوان المسلمين فقط بحسب ما جاء في التقرير أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وبداية هذا هو التقرير زي ما حضرتك تفضلت الثامن والعشرون اللي أعدوا مرخض التكثير بدرج إفتاح المصرية ومرخض التكثير هو مبادرة مهمة جاءت في وقتها منذ عام ونص لكشف وفطح البنية الأيدولوجية للجماعات التكثيرية والإرهابية والمتطربة هذا المرصد عمله هو رقم واحد الرصد وبناء على الرصد يحلل ويفند ثم يعرض نتائج هذا الرصد ومما رصدنا بالأمس وظهور ما يسمى بوسيقة الهيئة الشرعية والتي ظهرت على مواقع موارية لجماعة الإخوان إحنا بدورنا رصدنا هذه الوثيقة وقلنا أن هذه الوثيقة تنظر لما يسمى بمرحلة المرحلة الرابعة وهذه المرحلة الرابعة هي زي ما حضرتك تفضلت هو دعشانة الموقف أو بمعنى أدق أوضح هو تبني العنف الواضح ضد مؤسسات الدولة وضد المجتمع المصري وأظهرنا في هذا التقرير المراحل اللي مرت بها الجماعة جماعة الإخوان بداية من التنظيم السري إلى هذه الوثيقة التي تدشن لمرحلة جديدة وهو عنف واضح وتحاول أن تبرر هذا العنف ببعض الشواهد الدينية التي ليس لها أي أصل في سهمهم مستقيم لأدوات الشريعة بالمناسبة دكتور مع صدور هذه الوثيقة كانت في اليوم أيضا عمل إرهابي صباح هذا اليوم استعدف ضباط الشرطة وأوتوبيس لرجال الشرطة في البحيرة هو طبعا كما ذكرت حضرتك أن هناك شواهد ودلائل لتبني هذه الوثيقة من قبل اليائسين وهي مرحلة يأس فعلا والكارت الأخير لهذه الجماعة نحن أكدنا في التقرير أن تماسك الجبهة الداخلية والتكاتف ما بين قوى الشعب المختلفة أدى إلى ظهور هذا الكارت الأخير من هذه الجماعة أعتقد أن الأمور خلاص يعني على وشك النهاية مصر بفضل الله أولا ثم بفضل قوات الجيش والشرطة وتكاتف قوى الشعب المختلفة استطاعت بحمد الله أن تجعل من مصر واحة من الأمن والطمأنينة وهذه الأحداث وهذا الحدث الإرهابي الذي حدث اليوم ما هو إلا التقاط الأنفاس الأخيرة لهذه الجماعة وأعتقد أن بفضل الله أولا الأمور تسير على ما يرام في مصر والحمد لله الذي حفظ مصر وحفظ المصريين من الوقوع في فوضى عارمة نحن نشهد هذه يعني الدول التي ليست بعيدة عنها في فوضى والحمد لله بفضل سواعد المصريين وضعنا حدا بهذه الجرائم أن تصبح طيارا وتسبب في فوضى عارمة في المجتمع المصريين وربنا يدي معنا دائما نعمة الأمن والأمان بشكرك شكرا جزيلا دكتور إبراهيم نجو مستشار مفتي الجمهورية شكرا جزيلا على وجودك معنا نروح معكم لخبر آخر هذه المرة من ودارة الزراعة حيث وعلنت هيكون معنا أولا أيضا في متابعة لما ذكرناه قبل ذلك من قرب توقيع اتفاق نهاية